اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم مستقبل تونس السياسي بعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور ونتساءل ما تأثير نسبة المشاركة على شرعية الدستور وهل تؤثر الطعون في مصداقيته كما نتساءل ما خطط المعارضة للتعامل مع مرحلة ما بعد إقرار مشروع الدستور وكيف ستتعامل الطبقة السياسية التونسية مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من تونس خالد الدبابي أستاذ القانون الدستوري ومن العاصمة التونسية أيضا صلاح الدين الجورشي الكاتب والباحث السياسي نتابع النقاش بعد التقرير اختبار صعب في صندوق الاستفتاء الدستوري واستقلق من ضعف الإقبال وعزوف الناخبين بتونس في ذل مقاطعة معظم الأحزاب السياسية استفتاء شعبي على مشروع دستور أعده الرئيس التونسي قيس سعيد وجمع فيه بحسب خبراء كل السلطات التي تصنع حكما فرديا مطلقا لمجال فيه لرأي ولا قرار إلا رأي الرئيس وحكمه قراءات خرج أمامها قيس سعيد نافيا أن تكون لديه تطلعات ديكتاتورية ومصرا على أن تحركته دستورية كما تعهد سعيد بدعم حقوق تونسيين وتأسيس ما وصفها بجمهورية جديدة تسود فيها قيم العدل والحرية والكرامة متهما أطرافا لم يسمها باختلاق أزمات لتشتيت الأنظار عن القضايا الحقيقية سنبني معا بسواعدنا وبأفكارنا وبإرادتنا سنبني معا إن شاء الله جمهورية جديدة سنبني جمهورية تقوم على الحرية الحقيقية وعلى العدل الحقيقي وعلى الكرامة الوطنية لأنه لا كرامة للأوطان إلا بكرامة مواطنيه مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس يرى فيه معارضوه تقويضا للديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011 وخطرا على استقرار البلاد فيما يراه مناصرون تصحيحا لمصارها وينوي قيس سعيد أن يعوض بهذا الدستور دستور 2014 ويترح مشروع دستوره الجديد الذي يتكون من نحو 122 مادة بعدما أدخل عليه تعديلات شملت 46 تصويبا ليكشف عن نسخة أخرى معدلة في الثامن من يوليو الحالي بعد تصحيح الأخطاء التي تسربت إليه وفق وصفه استفتاء شعبي على الدستور وصفه سعيد بالتاريخي تزمن مع تاريخ مهم في حياة التونسيين وهو عيد الجمهورية وذكر مرور عام على إجراءات سعيد الاستثنائية التي تضمنت حل البرلمان المنتخب والإطاحة بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدء الحكم بالمراسيم هذا نقاش مباشرة مع ضيفي من العاصمة التونسية الأستاذ خالد الدبابي أستاذ خالد بعد أن تكاملت عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في داخل تونس وخارجها ما هي الخطوات القانونية التالية في طريق إقرار الدستور؟ هو بطبيعة الحال الخطوات التالية نحو إقرار الدستور واضحة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد غلق آخر مكتب اقتراع وبعد القيام بعملية الفرز وغير ذلك من المسائل التقنية واللوجستية ستعلن عن النتائج الأولية الاستفتاء ثم فيما بعد تفتح أبويب التعون وإذا كانت هناك تعون سننتظر انقضاء التعون والإجابة عن هذه التعون من قبل المحكمة المختصة المحكمة الإدارية إذا لم تكن هناك تعون بعد فوات الأجل أو بعد انقضاء الأجل الذي فتح الباب للتعون فأن الدستور سيصبح نافذاً إذا كانت بطبيعة الحال نسبة المسويتين على هذا الدستور تجاوزت الأغلبية المطلقة يعني 51% على الأقل من نسبة الأصوات المصرح بها حينما تتحول النتائج الأولية إلى نتائج نهائية إذا ما تم بطبيعة الحال كما قلت انقضاء أجل التعون أو رفض التعون على المستوى الشكلي أو على مستوى الأصل وبالتالي المرحلة ما زالت مرحلة قضائية مرحلة التعون بعد أعلان الهيئة المستقلة للإنتخابية عن نتائج الأولية التي بعد أن يأتي الأجل هذا يترى سؤالاً آخر كيف سيبدو الوضع القانوني في حال خروج النتيجة برفض مشروع الدستور والمسألة لم يتم تعرض إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية في مشروع الدستور في مسودة الدستور وفي الحقيقة القراءة تختلف هناك من يقول أن مع رفض الدستور ورفض الشعب للدستور نعود إلى دستور 2014 وهناك من يرى أننا سنعود إلى الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي اتخذه قيس عيد نفسه تطبيقاً الفصل الثمانين أنا شخصياً مع القراءة الثانية أن الدستور 2014 بمؤسساته أصبح من عيدات الماضي حسب رأيي نعود إلى الأمر 117 والإشكال السياسي فيما يخص وجود رئيس الجمهورية على رأس الدورة التونسية وفي منصب رئيس الجمهورية وفي منصب رئيس الجمهورية وهذه الإجابة عن هذا السؤال هو إجابة سياسية لأن رئيس الجمهورية في الحقيقة وهذا ما لاحظناه الاستفتاء سيكون على شخص رئيس الجمهورية وبالتالي رفض الشعب التونسي لمشروع الدستور هو رفض هل هناك سلطة أستاذ خالد يمكن أن تفصل في الخيار الذي يجب أن يتجه إليه تتجه إليه العملية في حال كان هناك رفض نتيجة التصويت هذا إشكال آخر ينظف لأن للأسف لا توجد أي سلطة يمكن أن تعطينا الحل القانوني والحل الدستوري إذا ما تم رفض الدستور وفي الحقيقة استنادا إلى الواقع السياسي وموازين القوى السياسية والإجرائية الأمر بين يدي رئيس الجمهورية للأمر الألف للمرة الألف وبالتالي رئيس الجمهورية حتى في حالة رفض الشعب للدستور هو السلطة الوحيدة التي تبقى مخولها والتي ستستغل موازين القوى مرة أخرى المواتية إليها لفرض الأمر الواقع في غياب سلطة أخرى يمكن أن تفصل في حالة رفض الدستور من قبل الشعب التونسي نعم أنتقل إليك أستاذ صلاح الدين الجورش ضيفي أيضا من العاصمة التونسية كيف نقرأ نسب الإقبال على التصويت وهي ما نشرتها السلطات التونسية آخر ما نشرته السلطات التونسية تتجاوز العشرين بالمئة بقليل عمليا الذي يحصل الآن أن تقريبا مشروع الدستور سيمر بقطع النظر عن عدد الذين شاركوا في هذا الاستفلاء وبالخصوص عدد الذين قالوا نعم لهذا الدستور الدستور سيمر مهما كانت نسبة لأنه لا توجد عتبة وقع التنصيص عليها والتي بمقتضاها يعتبر الدستور شرعي أو غاشرعي تمتع بالشعبية الضرورية أم لا لكن الآن النسب عندها أهمية على المستوى السياسي لأن هذا اختبار مباشر لشعبية رئيس الجمهورية لأننا لسنا الآن في منافسة رئاسية أو في انتخابات تشريعية نحن أمام مسألة الدستور والجميع يعلمون وخاصة أهل الخبرة في هذا المجال يعلمون أن قضية الدستور قضية جوهرية بالنسبة للمجتمعات وبالنسبة للأنظمة والدول وبالتالي يجب أن يكون الدستور يحظى بقاعدة واسعة من التأييد وخاصة من المواطنين وبالأخص من أن نخب هذا البلد وبالتالي لكي يصبح ملزما للجميع لكن مشكلة أن الدستور الحالي ودستور رئيس قيس عيد ولد في حالة انقسام داخل النخب وداخل المجتمع ويفترض أو على الأقل يتوقع بأن عملية التصويت له ستزيد حالة انقسام عمقا بين هذه الأطراف المؤيدة أو الرافذة في كل الحالات الرئيس قيس عيد هو الذي يحدد الشرعية والمشروعية وهو الذي سيظفي على هذا الدستور البعد الإلزامي لكن المعارضة أو الذين لا يتفقون معه داخل النخب وحتى على مستوى المجتمع سيواصلون معارضتهم له بالطرق السمية القواعد أستاذ صلاح الدين التي وضعها الرئيس قيس عيد للاستفتاء لا تنص على حالة رفض الجمهور لمشروع الدستور ما دلالات غياب هذه الجزئية؟ لأن الحقيقة قيس عيد لا يتوقع بأن يصوت التونسيون أو أغلبيتهم ضد دستوره وضد مشروعه هناك ميزان قوى كما أشار الدكتور التبابي موجود في البلد نلاحظه هناك قيس عيد يتمتع بنوع من الشعبية نتيجة غضب التونسيين على المرحلة السابقة لـ 25 جوليا وبالتالي هناك أزمة ثقة لدى التونسيين في الأحزاب وفي التجربة السابقة البناء عليه قيس عيد استغل هذا السياق موازين القوى لكي يطرح دستورا هو متأكد في قناعته ويؤمن بأن الأغلبية الذين التونسيين سيصوتون سيكونون بنعم وفي المقابل أيضا هناك مأزق كما أشار إليه الدكتور سابقا أنه مأزق قانوني ودستوري في حالة الرفض لكن في غياب آلية يمكن أن تحسم نهائيا يكون الرئيس عيد هو الذي سيحسم هذه الأمور في المرحلة القادمة يعني بعد الأعلان عن النتائج سيتضح ذلك ولكن في كل الحالات الرئيس عيد هو الذي سيحدد المسار أستاذ صلاح الديني في هذه الحالة الدعوات من التيارات السياسية المعارضة للرئيس التونسي بمقاطعة هذا الاستفتاء ألا تعزز من التصور الذي يطرحه الرئيس حتى تؤكد على أن هذا المشروع سيمر بكل الأحوال طالما لا توجد هناك عتبة للتصويت هو المعارضة يعني لنقول بأنه بشكل واضح تقريبا أغلبية الواسعة جدا من الأحزاب ومن الطبقة السياسية ضد الدستور هناك أقلية من الأحزاب وقفت مع الرئيس وبالتالي وقفت مع هذا الدستور هذه الأغلبية أغلبية المعارضين للرئيس في الحقيقة في هذا الظرف لا يتمتعون بالقدرة على توجيه الرأي العام وكسب ثقته بسهولة لأن جزء كبير من هذه الطبقة السياسية شاركت في مجموعة من حكومات السابقة وهذه الحكومات لم تعطي النتيجة المرجوة وبالتالي دخلت في أزمة ثقة مع المواطنين بناء على ذلك الرئيس سعيد يعرف ويدرك جيدا بأن المسار النهائي هو الذي سيحدده لكن بعدما تنتهي قصة الدستور وبعدما تنتهي قضية الاستفتاء سيجد أنفسهم أمام حقيقة واضحة وأن هناك نظام رئاسي تقريبا رئاسوي مطلق يتحكم فيه هذه النقطة سوف أأتي إليها بعد قليل معك بشيء من التفصيل أستاذ صالح الدين التبعات التي قد تنتج عن إقرار هذا الدستور أعود إليك أستاذ خالد الدبابي ما النقاط التي من الممكن أن تنصب عليها الطعون وبالتالي ما التأثير الفعلي لهذه الطعون على إقرار الدستور في الحقيقة هناك مسألة إجرائية جوهرية يمكن أن تستند عليها الطعون وهي المتمثلة في عدم احترام الرزنامة والأجال التي أتت بها نصوص وضعها رئيس الجمهورية نفسه لأنني أذكر أن رئيس الجمهورية في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 قال في نص هذا المرسوم الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه أن مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء عليه أن ينشر في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية في أجر أقصى 30 جوهرية تم نشر هذا النص لكن بعد بضعة أيام وبالتحديد في ليلة 8 جويلية 2020 ليلة العيد خرج رئيس الجمهورية ليعلن أن هناك نسخة ثانية لأن النسخة الأولى تسربت إليها أخطاء شكلية تم تداركها وتم تصحيحها وبالتالي تم نشر نسخة ثانية مصححة في الجريدة الرسمية في الحقيقة عندما تم عنا في هذه النسخة الثانية الأمر تجاوز مجرد إسلاح أخطاء شكلية أخطاء لغوية أو أخطاء متعلقة بترتيب فصول أو تسمية أبواب إلى غير ذلك من المسائل لأنه تم تعديل مسائل جوهرية مست العديد من الفصول لعل أبرزها الفصل 5 المتعلق بمقاسد الإسلام الذي أضافها نظام ديمقراطي الفصل 55 المتعلق بمسألة الحدود التي يمكن أن تتسلط على الحقوق والحريات الحدود التشريعية هناك فصل يتعلق بإعادة تدقيق أو توضيح طريقة انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى لبرلمان التونسي لانتخاب العام والمباشر وبالتالي نحن حتى ولأن النسخة الثانية تواصلت في نفس المنطق الدستوري هذا المنطق الدستوري الذي يتميز بنظام رئاسوي إلا أننا لا يمكن أن نعتبر أن النسخة الثانية هي مجرد إسلاح للنسخة الأولى وبالتالي نحن إزاء نسخة جديدة تم نشرها خارج الأجار خارج أجار 30 جوان كما تم النص على ذلك واشتراك ذلك وتحديد ذلك بدقة في المرسوم عدد 30 وبالتالي هذا خرق إجرائي جوهري للمسال الاستفتائي والمسال الانتخابي والمسال الاستفتائي برمته من نجة نظر القانون يسمى بالقرارات المركبة يعني كل خطوة وكل إجراء يؤثر على الإجراء اللاحق والإجراء السابق يؤثر على الإجراء اللاحق وبالتالي إذا كان هناك إجراء بعيب من رؤيب الشرعية والدستورية ما هي الجهات أستاذ خالد التي يحق لها قانونا الطعن على نتائج الاستفتاء الجهات التي يمكن أن تتعن بالاستفتاء هي يشترط القانون أن تكون المصلحة كل شخص الذي له المصلحة في القيام بذلك له السفة وتقريبا من له مسلحة وسيفة بالقيام هم الأشخاص الذين معناتها شاركوا في العملية الاستفتائية في العملية الانتخابية وهو ما يطرح تقريبا جدوى المقاطعة أو قرار المقاطعة التي ذهبت فيه الأحزاب السياسية جل الأحزاب السياسية لأنه قرار المقاطعة يفقد قانونا أتحدث بطبيعة الحال استنادا إلى قانون الانتخابات والاستفتاء يفقد السفة والمصلحة للقيام بمثل هاتي التعوم نعم عود إليك أستاذ صلاح الدين الجورشي التحول الذي يحدثه مشروع الدستورة الجديد في النظام السياسي التونسي ما التابعات التي يلقيها على الحياة السياسية في تونس وإذا معناها رجعنا إلى وثيقة الدستور الحالية التي وضعها قيس سعيد وتأمننا فيها فهي ستؤدي إلى بناء نظام رئاسوي بمعنى أن رئيس الجمهورية سيكون يتمتع بصلاحيات مطلقة والغريب أن هذه الصلاحيات وصفها صادق بالعيد الذي وضعه وعينه الرئيس قيس سعيد على رأس اللجنة سياغة مشروع الدستور وصفها بأنها صلاحيات فرعونية بمعنى أن صلاحيات مطلقة لم يتمتع بها حتى الرئيس برقيبة من قبل وبالتالي سنجد أنفسنا أمام وضع جديد ونظام جديد وآليات جديدة البرلمان صحيح سيكون هناك انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر القادم لكن عندما نتأمل في صلاحيات هذا البرلمان أجدها قد تقلصت بشكل كبير وأصبح قرارات هذا البرلمان أو جزء منها كبير مرتبط بالغرفة الثانية التي أوجدها الرئيس قيس سعيد والتي تهم المناطق والأقليم وبالتالي وضع كلا هتين الغرفتين وضعهما في سياق سيكون من الصعب كيفية التوفيق بينهما ومع ذلك تبقى السلطة العليا ليست بيد هتين الغرفتين ولكن بيد رئيس الجمهوري إذن نحن نقبل على تغيير هيكلي ومؤسساتي في البلد حتى مجموعة الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 تقريبا ألغيت بالكامل طيب سيد صراح الدين بناء على ما تفضلت به ما الهوامش التي تبقى للمعارضة التونسية لكي تمارس العمل السياسي من خلالها شوف المعارضة الآن ستجد نفسها أمام تحديات كبيرة ليس فقط تحديات دستورية ولكن تحديات عملية وهيكلية وبالتالي هي جزء منها سيواصل عملية التمرد على قيس سعيد وعلى التشريعات والهياكل بما في ذلك الدستور الذي وضعه ستبقى تستعمل التعبئة الشاملة ستحاول أن تحاصره من خلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة والمرشحة لكي تتفاقم في المرحلة القادمة ثم هذه المعارضة ستبقى تنتظر أن تضعف الثقة بين الرئيس قيس سعيد وبين جمهوره الواسع الذي لا يزال إلى يوم الناس هذا يراهن عليه ويعتقد بأنه قادر على حل كل المشكلات بمعنى أن المعارضة ستراهن على فشل قيس سعيد في أن يجعل من هذا الدستور مفتاح لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد نعم أعود إليك أستاذ خالد دبابي في ظل التحول إلى ما يمكن اعتباره نظاما رئاسيا بدلا من النظام شبه البرلماني الذي أنشئ بموجب دستور عام 2014 ما التبعات القانونية التي تنتج عن هذا التحول باختصار في الحقيقة النظام الذي يقترحه مشروع الدستور أبعد كل البعض عن النظام الرئاسي لأن النظام الرئاسي الأمريكي يبقى دائما نظام يقوم على التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية هذا النظام الذي نجده في المشروع هو نظام يمركز السلطات كلها تقريبا بيد رئيس الجمهورية يحتكر السلطة التنفيذية ويهيمن على السلطة التشريعية وعلى السلطة القضائية وخاصة لا يمكن مساءلته لأنه أمام حجم السلاحيات الهائلة والخارقة للعادة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية هو غير مسؤول لا سياسيا وغير مسؤول لا دستوريا لأننا حذفنا الفصل 88 مثلا الذي كان موجودا في دستور 2014 الذي جعل أو أتاح إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجاسيم للدستور إذن رئيس الجمهورية يمكن له أن يقوم بكل شيء وهو غير مسؤول على أي شيء تقريبا عدنا إلى مقابل 2011 لأن هذا النظام وفلسفة هذا النظام الذي يقترحه مشروع الدستور فلسفة شبيهة بدستور 1 جمع 59 خاصة بعد التعديلات التي قام بها كل من رئيسين الأسبقين بورقيبة وبن علي تعديلات 76 و88 و2022 التي ذهبت كلها في تدعيم السلاحيات الهائلة لرئيس الجمهورية وتأكيد عدم مسؤولياته السياسية وبالتالي هذا الدستور في الحقيقة عودة إلى الوراء عودة إلى دستور 2014 ومع قبل حتى 2011 وهو خطير جدا وبإمكانه أن ينصف حتى مسار الانتقال الديمقراطي لأن أبا جديد للديمقراطية مبدأ التفريق بين السؤال نعم لو تسمح لي ماذا عن عمل السلطة القضائية أيضا باختصار في ظل هذا الدستور السلطة القضائية في الحقيقة لم تعد سلطة قضائية لم تعد سلطة بالمعنى الحقيقي الكلمة لأن الدستور استعمل كلمة أو استبدل مستلح سلطة بمستلح وظيفة وهذا فيه احتقار واستصغار واستنقاس من السلطة القضائية حذفنا استقلالية السلطة القضائية بالمعنى الحقيقي الكلمة وفق المعايير الدولية التي كان يكرسها المجلس الأعلى القضاء إن كان عن تحفظات عن سير المجلس الأعلى القضاء السابق لكن هذا لا يعطي أي داعي أو أي سبب منطقي لتقويض سلاحية المجلس الأعلى القضاء لأنه خسر الرأي المطابق الذي كان يعطيه في مسألة التسمية القضاء أصبح يتم تسميتهم تقريبا بسلطة تقديرية من قبل رئيس الجمهورية هذا ينضف إليها الدور الهامشي الذي أصبح تقوم به المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية أصبحت محكمة محدودة على مستوى الصلاحيات ومحكمة يتم اتباعها لرئيس الجمهورية على مستوى التركيبة القضائية البحث نعم أعودي إليك أستاذ صلاح الدين وأيضا باختصار ما أبرز السمات المتوقعة للمساحة الزمنية الممتدة من الآن إلى ديسمبر المقبل وهو الموعد المتوقع للانتخابات التشريعية يعني الذي يتوقع هو أنه الذين ساندوا الرئيس قيسعيد سيبحثون عن موقع في ظل قيادته ورئاسته للبلاد المعارضة ستتجه نحو البحث عن سيغة أفضل وأقدر على التعبئة لأن انقساماتها لم تسمح لها بأن تتحول إلى قوة سياسية فعلية وبقيد مكونات المجتمع المدني وفي مقدماتها الاتحاد عام التونس ستواصل من ناحية التركيز على مسأل قصادية واجتماعية باعتبار هي المحاك الرئيسي وكذلك الدفاع عن الحريات لأن هناك تخوف كبير من أن يؤثر النظام السياسي المطلق والحكم الفردي المطلق أن يؤثر بشكل مباشر على الحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور 2014 والتي أصبح التونسيون يتمتعون بجزء واسع منها من خلال ممارستهم للحريات إذن نحن نتجه نحو مزيد من الانقسام مزيد من الاستقطاب الثنائي وبالتالي هذا سيتولد عنه حالة من عدم الاستقرار السياسي والتي ستؤثر بدورها على بقية عناصر الدورة الاقتصادية والاجتماعية أشكرك جزيل الشكر من العاصمة التونسية الأستاذ صالح الدين الجورشي الكاتب والباحث السياسي وأيضا الأستاذ خالد الدبابي وأستاذ القانون الدستوري شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم